البلد الذي أرسل إلى العراق كل الأوبئة وفيروساته البشرية لا يستبعد أن يبلي العراق بفيروس كورونا المستجد إنها إيران جارة العراق والمهيمنة عليه بسبب عملائها الذين يحكمونه والبوابة المفتوحة عليه دائماً لتدخل منها السموم والأعاصير وصلها فيروس كورونا وبقوة أصاب العشرات وقتل عدداً آخر منهم واستترجيحات رسمية بارتفاع أعداد مصابين وانتشار الفيروس في مختلف المدن الإيرانية بعد أن كانت قم الموبوءة الأولى بقدر الرعب الذي يعيشه الإيرانيون من هذا الوباء يعيش العراقيون أضعافه ليس بسبب التجاور الحدودي فحسب بل لتحول العراق إلى حديقة خلفية للنظام الإيراني وكثرة الإيرانيين الذين يزيون النجف وكربلاء وباقي المدن دق الناشطون العراقيون ناقوس الخطر وأطلقوا حملة بعنوان أغلق الحدود مع إيران لكن تأثير هذه الحملة لم يكن بالقدر الكافي سلطات بغداد اكتفت بإعلان إغلاق جزئي للمنافذ مع إيران لبضعة أيام وإخضاع الوافدين من إيران لرقابة صحية وكأن العراق يملك مقاومات الوقاية الصحية في ظل انهيار نظامه الطبي كباقي مؤسسات الدولة المتظاهرون المبادرون دائما أيقا وعز الحكومة وتعاجزها عن تدارك الكارثة قبل وقوعها فبادلوا بأنفسهم إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران بشكل تام كما جرى في منفذ بدر مهران في محافظة واسط وليس غريبا أن تسهل الأحزاب والميليشيات انتقال هذا الوباء إلى صفوف المتظاهرين فللعراقيين التجارب مرة معهم نشر المخدرات بين الشباب والأدوية الفاسدة وتحويل البصرة درة الخليج العربي إلى مكب للنفايات ومستنقع للأوبئة خطر داهم دون اتخاذ الحيطة والحذر كل ما يستطيع العراقيون فعله هو الأمل بأن لا يكون لهم مزيد من كوارث تجارة إيران ترجمة نانسي قنقر